يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه لليوم الثامن عشر على التوالي لاستقبال الجرح والمصابين والحلات الحارجة من قادمين من قطاع غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع وذلك تيسيرا على الإخوة الفلسطينيين وأكدت مصادر مسؤولة استمرار وجود كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرح والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين وكذا توفير عدد من سيرات الإسعاف المجهزة لنقل الجرح والمصابين بعد تصنيف حالتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج